الحمد لله بلدنا عيشة حالة تطور عظيم في البنية التحتية مدن جديدة بيوت جديدة كباري طرق بيتم تطويرها طيب ده بيحصل ليه؟ بيحصل عشان انت عايز تعمل تنمية يعني مثلا هقول لها بشكل مبسط جدا انت دلوقتي فتحت مصنع في منطقة معينة لو المنطقة المعينة دي ما فيهاش طرق جيدة الناس تروح بيها العربات النقية تروح المصنع ما فيهاش كباري الناس تعرف تروح تشتري حاجات من الشركة اللي جنب المصنع ما فيش الكلام ده كله هل المصنع او الشركة دي هينجحوا؟ لأ نفس القصة هو انت عندك منتخب مصر منتخب مصر سايبوا لوحده بدون منظومة فيها مفروض اصلاحات كثيرة وبتقول له انجح لأ لازم الكبري ولازم الطريق ولازم البنية التحتية ولازم الكهرباء ولازم المياه ولازم حالة كثيرة جدا عشان المصنع ينجح طيب المنتخب ده هينجح لوحده بالصدفة لازم ننجح بالصدفة ما فيش الكلام ده ما مننجحش بالصدفة ما ينفعل النجاح اللي بالصدفة بيبقى استثنائي ما بيحصلش على طول طيب قبل كده فتحت لكم موضوع ازاي نفتح الاحتراف تصدير واستراض يعني نجيب لعيبة ونطلع لعيبة ونقفل الجاب بتاع السوق اللي بقى فيه مبلغات يعني احنا في مصر دلوقتي قولي بصراحة شديدة ليه لاعب في مصر ياخد تلاتين مليون او اربعين مليون جنيه في السنة بصراحة شديدة طبعا هو سوق مفتوح كل نادي حر بس ليه يعني هو اللي بياخد تلاتين مليون ده بيدي ايه النديه يعني النديه ده بيكسب بي ايه ولا حاجة منتخم مصر بيكسب بي ايه ولا حاجة طيب هي الارقام دي ليه يعني انا افهم مثلا الارقام دي بتتدافع مثلا في الدولة الانجليزي عشان دولة انجليزي انت ممكن تنافس على الدورة ممكن تنافس على المركز الارقام الاولاء لتأهلك دولة افطال اوروبا ممكن تاخد فلوس من فلوس البس اللي هتبقى كتيرة جدا عشان المنتج نفسه فيه اعناد كتير او حاجات تفاصيل يعني ممكن تصرف فلوس عشان انت لما هتصرف الفلوس دي هترجع لك احنا بقى بنصرف الفلوس دي على اللعيبه ليه ليه هقول لك ليه عشان السوشال ميديا عشان الجماهير عشان جماهير تسقف لقدارة النادي وتقول لهم برافو عليكم ان انتو خطفتوا اللعب الفناني وجبتوا اللعب الفناني احنا بندحك على بعض هنا انا ياسف لانا بتكلم بصراحة النهاردة يعني بس انا زعلان وانتو زعلانين بس دي الفتفضل اللي بجد دي الفتفضل اللي اتطور مش لوها نمسك لعب لعب بقى في المنتخب الناس اللي هو اللي غلطان واصل المدير الناس اللي هو اللي غلطان دي لفة كل شوية اللي بفهم من ساعة ما وقتها على الكورة وما جابت لناش نتيجة ما جابت لناش نتيجة خالص احنا بندور في حتة ديقة في حتة ديقة اوش هو ده التطوير هو بنجادة بيعمل ايه من ساعة مجيب المناسبة يعني عمل ايه ما بنجادة جاي مدير فناني اتحاد الكورة عشان يطور الكورة في مصر عمل ايه ولا حاجة